على مدى عقود وتحت مسميات مختلفة شنت تركيا عمليات عسكرية واسعة نطاق داخل أراضي جارتيها العراق وسوريا مستهدفة الأكراد عام 1995 أطلقت تركيا عملية عسكرية شمالية العراق بعنوان عملية الفلاذ استهدفت خلالها الحزب العمال الكردستاني وفي عام 1997 أرسلت تركيا نحو 30 ألف جندي إلى الشمال العراقي لقتال حزب العمال الكردستاني في عملية باسم المترقة في سبتمبر من العام ذاته بدأت القوات التركية عمليات الفجر التي استهدفت خلالها مرة أخرى معسكرات حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي أما خلال فبراير من عام 2008 فقد عبرت القوات التركية الحدود إلى الشمال العراقي لمهاجمة الأكراد في عملية تم أطلاق عليها اسم الشمس وخلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2016 ومارس 2017 وخلال عملية أطلق عليها اسم تركيا درع الفرات أبعدت القوات التركية وحدت حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية كما سيطرت على المنطقة بين عفرين ومنبج بين يناير ومارس من عام 2018 وخلال عملية غصن الزيتون انضم نحو 25 ألف من مسلح المعارضة السورية إلى القوات التركية للسيطرة على بلدات وقرى خاضعة لسيطرات وحدات حماية الشعب الكردية وابتداء من التاسع من أكتوبر الجاري إلى الآن وتركيا تشن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا لهدفين معلنين إبعاد الأكراد عن الحدود التركية وإقامة منطقة آمنة ومع العدوان التركية الأخير تكبر أزمة نزوح المدنيين فرين من القتال عند الحدود وتتضاعف المخاوف من استغلال الوضع من قبل مسلحي داعش أو منحهم الفرصة لعودة تنظيمهم الإرهابي إلى الحياة